أنا باسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب أسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أنا باسعادة الأمين للجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكرة لافتتاح منافسات بطولة غرب أسيا لألعاب القوى للشباب والشبات الأولى للميدان والمضمارة والتي انطلقت على مضماري وميداني استاد مدينة خليفة الرياضية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن اعتزازه الكبير باستضافة البحرين لهذا التجمع الرياضي الأخوي والذي يعد تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأن تكون البحرين قبلة لاحتضان مختلف الأحداث الرياضية وسط دعم ومساندة من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر واهتمامي ومتبعة صاحب السمو الملكي ولي العهد ومؤزرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وضف سموه أن صدافة البحرين للبطولة تعتبر امتدادا للعديد من البطولات المتميزة التي نظمها الاتحاد البحريني لألعاب القوى في السنوات القليلة الماضية ومن أهمها البطولة العربية للرجال والسيدات والبطولة الآسيوية لاختراق الضاحية لتعكس القدرات التنظيمية للكوادر الوطنية وما تتمتع به المملكة من سمعة طيبة على صعيد تنظيم مختلف الأحداث الرياضية وأكد سموه أن البحرين تفخر باستضافة مقر اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى والذي تسعى من خلاله للنهوض برياضة أم الألعاب في منطقة دول غرب آسيا وما استضافة هذه البطولة إلا خير دليل على حرصها الدؤوب على تفعيل نشاط الاتحاد والارتقاء به إلى أفاق أوسع من التقدم والنماء حيث تمثل هذه البطولة التي تقام لأول مرة فرصة مثالية لاكتشاف المواهب الواعيدة من كلا الجنسين وإكساب المزيد من الخبرة لخلق قاعدة متينة من اللاعبين القادرين على المنافسة قاريا ودوليا وعبر سموه عن خالص شكره وتقديره لجميع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص وكافة اللجان العاملة والشركات الراعية واللجان المنظمة وكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث متمنيا سموه لجميع الدول المشاركة التوفيق والنجاح